نعم أحمد كنا تبعنا معك في مداخلة سابقة الجدل الذي سببته تصريحات الحخام يوسف ونحن نتابع الآن في أسفل الشاشة ردود الفعل من غانتس ولابيد حول هذه التصريحات التي أثارت جدلا كبيرا وهذا الملف وهذا الموضوع طبعا أحمد وهو من الخطوط الحمراء لا يتعلق الأمر بالتجنيد نتحدث عن التجنيد هنا للحردين في إسرائيل بالفعل وهذا الأمر يثير جدلا واسعا ومخاوف كبيرة عند رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الذي يقود منذ العام 2015 تحالفا مكونا من الليكود ومن الأحزاب الحريدية الدينية بالإضافة إلى طيار الصهيونية الدينية هذا التحالف ظل صامدا رغم كل الانتخابات التي جرت خلال السنوات الأخيرة ورغم عرض جانس على الحريديين أكثر من مرة أن يحصلوا على ما يشاءون في مقابل الانفصال عن بن يمين نتنياهو إلا أنهم تمسكوا به هذا فقط للإشارة إلى حجم الخلافات الموجودة الآن الصورة الآن أن الحريديين ليس فقط أنهم يرفضون الخدمة العسكرية يهددون بترك إسرائيل صحيح أن هناك تقديرات بأن هذه الأمور من المبالغات ولن تحدث لكن أسراع أو البيانات المتعارضة التي صدرت خلال الليلة الماضية بين تيار الصهيونية الدينية وبين الحريديين تشير إلى توسطر حقيقي داخل ائتلاف الحكومي الإسرائيلي وربما قد يؤدي أخيرا إلى فض هذا التحالف الكبير ما يعني أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو سيفقد قدرته على العودة إلى الحكم في إسرائيل خلال الفترة المقبلة هذا يقيف بن يمين نتنياهو بشكل كبير جدا إلى درجة أنه رغم مرور أكثر من 12 ساعة على نسعر التشجيل الصوتي للحخام الأكبر لإسرائيل وهو منظف رسمي في إسرائيل حتى الآن لم يصدر أي بيان من رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث عن هذه التصريحات لا من قريب ولا من بعيد لأنه يعرف أنه إن أيد الحريديين بالتالي سيخسر قاعدة مهمة من قواعد حزب الليكود والصهيونية الدينية وأنه إن أيد مطلب تجنيد الحريديين ووقف في وجه الحريديين قد يخسر أكثر جزء ثابت في اتلافه الحكومي خلال العقدة الأخير أحمد الدراوشة مرسل العربي من القدس شكرا لك